أيضاً كمان كاميرا الأشبال كانت متواجدة داخل اختار النشيب النادي الأهلي لكن متواجدة مع ثلاث لعيبة أبناء النادي الأهلي المحترفين في التشيك كانوا فيه زيارة سريعة للنادي كان فيه اجتماع مع كابتن خالد بيبو وكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كان مجتمع مع مصطفى فوزي محمد أحمد بيسو وكمان محمد حسام ميدو كانوا جايين فيه زيارة سريعة للنادي الأهلي ماشيين الحمد لله بشكل أكثر من جيد في التشيك تجربة مهمة تجربة فيها خبرات كتيرة نروح نشوف قالوا إيه لكاميرا الأشبال الحمد لله احنا رجعنا دلوقتي فترة أجازة وهناك طبعاً الدنيا كانت حلوة الأول كنا عندنا شوية صعوبات في أننا هنتقلم مع الجو والفكري المختلف عننا تماماً وطريقة اللعبة المختلفة بس يعني الناس كانوا بتتكلم معنا بطريقة كويسة وبتوجيهنا بطريقة كويسة وبرضو يعني الكابتن فراس وكابتن زيزو في الأول ما كانوا السايبين يعني أنهم يخلونا نتعلم الحاجات المختلفة علينا بس الحد ما عندنا في فترة الصعبة اللي في الأول دي والحمد لله الدنيا دلوقتي حسن بكتير يعني الحمد لله يمكن إحنا روحنا كانوا هم بدأوا الدوري بسبب إن هنا كاية الدنيا وقفة شوية عشان الكورونا وكده والصفارة الدنيا ما كانتش حسن حاجة أول ما روحنا كان لعبنا الفريق لعب سبع مطشاط يعني أنا وميدو ومصطفى كلها هتشارك في ثلاث مطشاط تقريباً بس والنادي لسه في نص الجدوى اللي هو الهدف من الأعرى دي يعني إن إحنا نكتسب الخبرة في أندية أوروبا دي هي طبعاً حاجة جديدة أول مرة تحصل على المستوى أفريقيا وكلها إن نادي وبالذات في مصر يعني دي أول نادي في مصر يعني كان نوع يطلع العيبة الدور الأوروبي وطبعاً دي هتفيدنا كتير جداً كخبرة وهتفيدنا للنادي الأهلي يعني في البداية الحمد لله لعبت في أربع ماشرات ودية وتمانية رسمية قدرت أسجل الحمد لله تسعة أداف بينهم خمسة في الودي والباقي في الرسمي الأمور إنك لحد ما كويسة جداً التعامل كويس إحنا كان عندنا في البداية بس صعوبات في البدني والسرعة اللعب بس كل حاجة مع الوقت بتتأقلم طبعاً اللعب هناك غير هنا المدرسة الكورة نغير اللعبة هنا كل حاجة مختلفة لعب أوروبي مختلف عن طريقة اللعبة هنا في مصر فأنت متعود على طريقة اللعبة بما روحت هناك لقيت طريقة اللعبة تانية فأخذت الوقت يعني بس مش كتير يعني الحمد لله إن إحنا التلاتة تأقلمنا بسرعة في حكايات إن إنت تأخذ على اللعب وصرعة اللعب والبدن بتاعهم الدوري قوي جداً قوي يعني قوة بنانية غير طبيعية نفس الدور الألماني ونفس الصالة الدور الإنجليزي كده بالزبط سرعة ولعب ينقذهم بس المهارة بس هما كتكتك وقوة لأ حاجة جامدة جداً يعني صراحة هو ده موضوع مفيد جداً لكل أطراف للنادي الأهلي اللي هناك كشخصياً إحنا بنتطور بشكل كبير هناك التمرين نفسه فيه تطور كبير حاجة يقدر يستفاد منها النادي يقدر يستفاد منها اللعيب النادي الأهلي يحتاج اللعيب ده في وقت من الأوقات يعني يقدر يرجع في أي وقت لأن هو ابن من ابناء النادي الأهلي طبعاً هو اللي حطه في المكان دي ولا النادي الأهلي ما كانش يبقى موجود في المكان ده بس وبرضه بتبقى يعني حلم كبير لواحد طلع محترف آه ممكن يبقى بدوري تشيكي أو دوري تشيكي مش معروف لكنه هو دوري قوي لكن هي بتبقى سلمة أو خطوة للمشوار كبير يعني ده كان لقاء مع المحترفين في التشيك زي ما قلت لحضراتكم مشيين بشكل أكثر ممتاز مصطفى فوزي ومحمد أحمد بيس ومحمد حسان ميدو تجربة أكثر من رائعة تجربة يكون فيها خبرات زي أحمد حمد عبدالقادر لعب الفريب النادي الأهلي الفريب الأول لما خاد خبرات في تشيك ورجع مرة أخرى دلوقتي ما شاء الله شغال بشكل كويس ومكسر الدنيا